وظهر واضحا على أن المنتخب المصري في عموميته وأنا أسمع الآن ملاحظات ربما مؤترة جدا لم يكن مؤهلا لدخول هذه المسابقة من أصله لأن النسخة التي صدرها المنتخب المصري كأداء جماعي لا ترقى أبدا لما نعرف عنه كرة قدم مصرية ونعرف عنه المنتخب المصري وأنا كنت أستغرب في وجود لعبين ممتازين أنا أتابعهم سواء داخل نواديهم أو مع المنتخب المصري في فترات ماضية وأجد على أن أداءهم الجماعي تراجع بشكل رهيب ولا ربما أشياء تقع داخل مستودعات خلع الملابس هي التي تكون مؤترة على عطاء اللاعبين خاصة في الجماعية ديالهم لكن مدردين ربما أتفق معك حول أن المنتخب المصري مظهر بمستوى متوسط إن لم نقل ضعيف في الدور الأول لكن كنا ننتظر كما هو الحال نحن رأيناه اليوم منتخب كود ديفوار كان أضعف بكثير من منتخب ترجمة نانسي قنقر